صباح النور أحلام صباح الخير مشاهدينا نعم مجديد الوضعية الجوية لنهار اليوم وكذلك طيلة ومتبقى من أيام الأسبوع نعم الجديد هو الاستقرار أحلام والأجوار تكون جميلة وإن شاء الله مستقرة وهذا على مجمل ولايات الوطن بدون استثناء وذلك إلى غاية يوم السبت المقبل بحول الله مع تسجيل درجة حرار نوعا ما تكون مرتفعة نسبيا عن معدلها الفصل يعني ستتعدى خاصة خلال الظاهرة ستتعدى عتبة أو تصل أقول عتبة 35 درجة إن شاء الله خاصة على المناطق الوسطى والغربية للبلاد رح نشوف الآن مع بعض بالنسبة لتنبيه البحري بالنسبة للملاحة البحرية هناك تنبيه بحري فيما يخص هبوب ريح قوية على السواحل الغربية أقول الوسطى والشرقية للبلاد بسرعة تنتصر إلى غاية 60 كم في الساعة مع تشكل أمواج عالية تتعدى علوها ثلاثة أمتار إن شاء الله وهذا بداية من فجر يوم غد الخميس يعني لكل مستعملي الملاحة البحرية قولهم ردوا بلكم لأن البحر يكون شديد الهيجن بداية من فجر يوم غد إن شاء الله سواحل المعنية بالتنبيه هي عن نابا القالس كيكدا جيجر بجايا أزفون سواحل دلس كذلك الجزائر العاصمة بوهارون واتنس الحيطة والحذر لكل مستعملي الملاحة البحرية بداية من فجر يوم غد الخميس إن شاء الله بالنسبة لحالة التقص بحول الله لظهيرة يوم غد ظهيرة اليوم أقول ظهيرة اليوم الأربعاء أجواء مشمسة إن شاء الله ستكون خلال ظهيرة اليوم مستقرة صافية تماما ستعرفها مجمل لولايات الوطن بدون استثناء لكن بعد ظهيرا توقع نشاط لخلايا رعدية وهذا على كل من منطقة عينقزام بورتباجي مختار كذلك تم نراس وصول إلى غاية مرتفعة الأهقار والتاسيلي وحتى على الجنوب الشرقي بالضبط على كل من منطقتين إليزي وجانت بالنسبة لدرجة الحال القصوى إن شاء الله لظهيرة اليوم نوعا ما ستكون مرتفعة نسبيا خاصة على المناطق الغربية وكذلك الوسطى رح تراوح ما بين حوالي 28 درجة إلى غاية 35 درجة أما بالنسبة للمناطق الشرقية رح نسجم بين 24 إلى غاية 28 درجة بالجنوب جزائر تبقى ديما درجة الحرارة في المعادل الفصلي لذلك ستراوح إن شاء الله أقول ما بين حوالي 30 درجة إلى غاية 42 درجة كأعلى مقياس على عينقزام بورتباجي مختار وكذلك على مدينة عينصالح حالة البحر بحول الله لنهار اليوم الأربعاء البحر إن شاء الله يعني بعد ظهيرة اليوم رح يتغير كون كان صبيحة اليوم بحر هادئ وجميل لكن إن شاء الله يعني فترة الأمسية رح يتغير ويصبح بحر مضطرب إلى هائجة محليا وهذا على طول الشريطة الساحلي كما نلاحظوا أن الرياح رح تزاد سرعتها بعدما كان صبيحة اليوم 10 كم في الساعة إن شاء الله يعني بعد الظاهرة ستصل أو تتعدى الأربعون كم في الساعة لذلك تكون علول الأمواج سيصل إلى غاية أو يتعدى المتر بحول الله رؤية متوسطة كذلك على طول الشريطة الساحلي اتجاه الموجة رح تكون من غربية لشمالية غربية على السواحل الغربية والوسطى وتكون شمالية غربية تماما على السواحل الشرقية لا بأس قبل الختام شوفوا مع بعض بالنسبة للكتلة الهوائية خلال الساعات المقبلة بداية من يوم غد الخميس إلى غاية يوم السبت المقبل نلاحظوا إن شاء الله يعني خلال ظاهرة يوم غد وكذلك يوم الجمعان نوعا ما هناك ارتفاع جد محسوس في درجات الحارة القصوى يعني خلال الظاهرة رح تلحق حتى 35 درجة كما نلاحظوا خاصة على المناطق الساحلية والقرب الساحلية الغربية والوسطى للبلاد لكن ستكون في المعدل الفصل على المناطق الشرقية كما نلاحظوا ما بين 25 حتى 28 درجة كأعلى المقياس وهذا يوم أقول يوم غد الخميس وكذلك يوم الجمعة بالنسبة ليوم السبت نتبعوا مع بعض خلال ظاهرة يوم السبت بقديم من أجواء حرار نلاحظوا كذلك على المناطق الشمالية درجة حارة فوق المعدل الفصل لذلك ستقارب 35 درجة إن شاء الله متوقعة خلال ظاهرة وهذا يوم الخميس يوم غد الخميس الجمعة والسبت بحول الله في انتظار أنها الوضعية الجوية تتغير يوم الأحد يعني حسب النماذج الرقمية للرصد الجوي أقول تشير إلى أن هناك اضطراب جوي نشيط الفعالية رح يكون محمل بأمطار حتكون معتبرا إن شاء الله يا رب يعني يوم الأحد حيكون يعني جو منطر وكذلك بارد متوقع بدخول هواء بارد من شمال شرق أوروبا يعني خلص المناطق الشرقية والمصر بأمطار جد معتبرة تتعدى 35 ملم محليا يعني وهذا مع بداية الأسبوع المقبل يعني نهاية الأسبوع تكون رابعية لتعود الأمطار من جديد إن شاء الله مع مطلع الأسبوع المقبل بحول الله بهذه المعلومات أصل لطي ورقة أحوال لتقصد لكم يومكم موفق وسعيد للجميع نعود إلى أحلام لاستكمال بقية الأخبار شكرا